يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ما نرامى الظهور المهدوي الحلقة السابعة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك تقبل الله تعالى طاعاتكم وبارككم إمام زمانكم عيدكم مبارك عليكم وكل عام وأنتم بألف خير أنتم وعوائلكم الكريمة هذه لكم خاصة وهذه لي بطاقة لا تهنئة أبعثها إلى نفسي وأمثالي أناجي فيها إمامي وأبثه أسراري عيدنا عيدنا قصر يا إمام عيدنا قصر يا إمام بل ديننا قصر وحياتنا خسر وتساوى الأمر يا سيد الأمر وتساوى الأمر يا سيد الأمر وراء كنا أم أمام بأعيننا بأعيننا نبصر أن نتلاشى في تيهنا فمتى فمتى يكتمل النقص يا تمام حياتنا ضاع منها كل شيء حياتنا ضاع منها كل شيء أين أنت أين أنت أين أنت أين أنت يا كل شيء يا إمام يقولون عيد يقولون عيد وفرحة في العيد لا أدري هي في أي مكان يقولون عيد وفرحة في العيد لا أدري هي في أي مكان كهان المعبد معبد الأصنام كانوا يضحكون على آبائي وأجداد في سالف الأيام كهان المعبد معبد الأصنام كانوا يضحكون على آبائي وأجداد في سالف الأيام الآن أنا الذي أضحك على نفسي عينوني معتمدا لهم ووكيلا عنهم في أن أخدع نفسي وأضحك على عقلي أصبحت معتوها أصبحت معتوها أعاني من التعويق في عقلي من رافق القوم أربعين يوما صار منهم رافقتهم تأريخي وعمري معوقا معتوها معتوها ولا أدري من رافق القوم أربعين يوما صار منهم رافقتهم تأريخي وعمري رافقتهم تأريخي وعمري ونلت شهادة تخرجي منهم معوقا معتوها ولا أدري معوق معتوه كالمرجع الأعلى والمرجع الأسفل لا أدري وجهلي وغبائي في كل وجود يا يسري كقادة أحزابنا الدينية لا يرجى خيرهم في المد والجزري كائنات مخلوقة من طينة الشر وفوق هذا وفوق هذا لصوص دنيئون قبيحون جدا بترية نجفي لصوص لصوص دنيئون قبيحون جدا بترية نجفي سرقوا ديننا سرقوا عيدنا سرقوا كل طهر نجسوا كل فكر نجاسة فكرهم نجاسة الخنزير وحال عقولهم بول البعير إلى الوراء إلى الوراء سرقوا ديننا سرقوا عيدنا سرقوا كل طهر نجسوا كل فكر نجاسة فكرهم نجاسة الخنزير وحال عقولهم بول البعير يفيضون حقارة وقذارة وبخلا ولؤما ضلالهم طافح وجهلهم فاضح وعهرهم صائح ما فيهم ناصح بعد هذا يريد الناس في العيد مني بهجة فرحة رقصة وأغني أرجوكم أرجوكم ابعدوا عني للعيد عيدي ولا الأيام أيامي لا العيد عيدي ولا الأيام أيامي لقد سرقوا هم هم البتريون هم لقد سرقوا لقد سرقوا القفل والمفتاح مني وصار أنسي وصار أنسي في همي وحزني وحزني أقرأ عليكم من الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 511 إنه الحديث الثامن والعشرون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن قيل ولماذلك قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم في يد سقيفتين في يد سقيفة بني طوسي وهي السقيفة الألعن يسرقون ألقابهم ويغتصبون مقامهم ويصنعون دينا باطلا يضحكون به على الذين يقولون إننا شيعتهم يضحكون عليهم يقولون لهم هذا هو دينهم وما هو بدينهم إنه دين الأكاذيب والإفتراء مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد من أنهم من أن مراجع النجف وكربل يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وماذا يفعلون بها يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا على محمد وآل محمد الصادق يقول من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه سقيفة بني طوسي وأما سقيفة بني ساعدة فلقد قتلتهم وسفكت دماءهم واغتصبت سلطانهم ولا زالت الحكاية حكاية السقيفتين مستمرة الباقر يقول ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن قيل ولمذلك قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم بعد هذا يريد الناس في العيد مني بهجة فرحة رقصة وأغني أرجوكم أبعدوا عني لا العيد عيدي ولا الأيام أيامي لقد سرقوا البتريون المرجئيون لقد سرقوا لقد سرقوا لقد سرقوا القفل والمفتاح مني وصار أنسي في همي وحزني نذهب إلى فاصل كلمة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه نرددها كثيرا في مثل هذه الأوقات وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد أريد أن أقف عند هذه الكلمة قليلا هذه كلمة معروفة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو وعيد سؤال أسأله لنفسي وأوجه السؤال إليكم هل مرة يوم في حياتنا يخلو من المعصية الجواب لا يوجد يوم في حياتنا يخلو من المعصية على الإطلاق إنني أتحدث بحسب ثقافة العترة الطاهرة ي Gulf لا شاية ومارل ونbits من المعصية قد تقولون لماذا وكيف النقص شيء ذاتي فينا وآثار النقص بشكل وبآخر سيترتب عليها أن تكون معصية هنا أو هناك فالنقص شيء ذاتي فينا وآثار النقص هي التي ستجعلنا في حالة معصية المعاصي على مراتب المعاصي على أنواع هذا كلام واسع وعريض لا أريد أن أخوض فيه إذن ما معنى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد نحن لها نعرف يوما كهذا في حياتنا على المستوى النفسي على مستوى الجوانحي ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح والذي هو من أدعية شهر رمضان يُفترض أن يُقرأ في كل يوم بعد الافطار هذا الدعاء مروي عن إمام زماننا وهو من أجمل الأدعية هندسة ومن أعذبها إيقاعا في ترتيب جمله وكلماته وحروفه نقرأ في هذا الدعاء الشريف بعد مقدمات ذكرها الدعاء فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلا لرحمتك الواسعة لرأفتك التي لا أدرك حدودها لما أغدقته علي من نعمك ولما دفعت عني من شرور هذه الدنيا وشرور أبنائها فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك إنني أتدلل عليك إنني أتدلل عليك أتدلل عليك يا إلهي مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني أبطأت عني الإجابة فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب هذا هو حالي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك هذا هو حالي يوميا في ليلي ونهاري هذا هو حالي وهذا هو الذي يدور في جوانحي فمن أين يأتيني يوم يكون خاليا من المعصية إنك تدعوني فأولي عنك هذه حقيقتي إنك تدعوني فأولي عنك تارة أقوم بهذا بأفعالي وأخرى بأقوالي وأخرى بأحوالي بأحوالي نفسيهتي وما يجري في بواطن خلجاتي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك كأنني أنا المتفضل عليك أنا صاحب الفضل عليك يا إلهي وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضلي علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل هذا هو جهلي هذه حماقتي فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد الكريم الذي حاله هذا هل سيمر عليه يوم يكون خاليا من المعصية فالمعاصي مراتب منها معاصي الجوانح ومنها معاصي الجوارح ومنها ومنها وللعقل معصية وللقلب معصية وللوجدان معصية وللفطرة الملوثة معصية في دعاء يوم عرفة إنه الدعاء المروي عن سيد الشهداء عن حسين العطشان صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء إلهي أمرتني فعصيتك وهو الله هذا حالي منذ أن كنت ولازلت وسأبقى هكذا هذا حال المتكلم وحال المستمع إنه حالنا جميعا إمامنا الحسين هنا يرسم لنا خارطتنا النفسية والحقيقية التي نحن عليها إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لاذا براءة لي فأعتذر ولاذا قوة فأنتصر أريد أن أنتصر عليك هل أستطيع أن أنتصر عليك يا إلهي إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لاذا براءة لي فأعتذر ولاذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي يحضرني دعاء مروي عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا إمامنا الكاظم أن نقرأ هذا الدعاء في مناجياتنا ورد في جملة أدعية نافلة الليل كلمات الدعاء هكذا تقول ربي ربي عصيتك بلساني عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني لكنك ما فعلت ذلك ربي ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني لأعميتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لك نعتني لجعلتني مكنوعا لك نعتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني وهناك ارتباط وثيق ما بين البصر والفرج ما بين السمع والفرج وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني لأصبتني بالجذام وعصيتك بجميع جوارحي بجميع جوارحي حينما ذكر الدعاء اللسان والبصر والسمع هذه أمثلة وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي هذه نعمك عندي ولكنني عصيتك بها ولازلت أعصيك بها لازلت أبارزك بمعصيتي إنني أبارزك بمعصيتي سرا وجهرا وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاؤك مني كلماتهم هي هي فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والأخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني أحاديث النبي وآل النبي تقول وتوجه كلامها إلينا أن لا تؤذوا الملائكة بالروائح الكريهة لذنوبكم ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني في الدعاء نفسه المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة التي أرددها دائما في برامجي لأنها تكشف عن حقيقتنا تعرف واقعنا إلهي من كانت محاسنه مساوي من كانت محاسنه مساوي هذا أنا وأنتم هذه حقيقتنا لأن النقص أمر ذهتي بالنسبة لنا ولذا نحن نحتاجهم نحتاج محمدا وأهل محمد هذا هو سر احتياجنا للمعصوم إذا لم يكن ولي أمرنا معصوما صار مثلنا فما هو الفارق فيما بيننا وبينه لماذا نحتاجه إذن أقول للشيعة خذوا دينكم من المعصوم ولا تأخذوا دينكم من الحثالات البتريين لأن الحثالات البتريين يكذبون عليكم لا ينقلون لكم دين المعصوم ينقلون لكم دينه إنه الدين الطوسي البتري اللعين إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي لقلقة لسان ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي من كان حاله هذا هل يمكن أن يمر يوم في حياته يكون خاليا من المعصية لا أستطيع أن أتصور هذا المعنى ولذا فإن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون لخواص شيعتهم لا أخرجكم الله من حد التقصير نحن في أفضل حالات طاعتنا وفي أفضل حالات عبادتنا نحن في تقصير وتقصير فوقه تقصير أتوسل إلى الحجة بن الحسن ألا يخرجني وإياكم من حد التقصير نذهب إلى فاصل إذا عن أي يوم يتحدث أمير المؤمنين حينما يقول وكل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد عن أي يوم يتحدث سيد الأوصية إنه يتحدث عن اليوم الذي نزداد فيه معرفة لإمام زماننا يتحدث عن هذا اليوم فكلما ازددنا معرفة كلما تطهرنا من معاصينا نحن نرتكب المعاصي نرتكب الأخطاء وهذه المعاصي والأخطاء نجاسات كيف نتطهر منها كلما لجأنا إلى إمام زماننا بقلوب صادقة ونوايا خالصة ووجدان نظيف سليم كلما استمسكنا بعروته الوثقة ووجهنا عقولنا وقلوبنا إلى فناء معرفته من هنا فإن أفضل الشهور في السنة شهر رمضان وأفضل ليلة في شهر رمضان ليلة القدر وأفضل عمل فيها معرفة إمام زماننا طلب المعرفة زبدة شهر رمضان هي هذه البتريون إلى أين أخذوكم وماذا قدموا لكم في شهر رمضان اليوم الذي لا يُعصى الله فيه وهذا اليوم الذي يكون مفعما يكون مشحونا يكون مضيئا مطيبا معطرا بهذا المضمون أقرأ عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة بعد المئتين الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب فرض طاعة الأئمة بسنده بسند الكليني عن زرارة إنه زرارة المعروف ابن أعين عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه ذروة الأمر وسنامه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورض الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أولاً المعرفة وبعد ذلك تأتي الطاعة المعرفة 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 الطاعة لا قيمة لها من دون معرفة ومعرفة ولذا فإن الإمام هكذا قال الطاعة للإمام بعد معرفته إذا كنت مطيعا للإمام بحسب العرف بحسب الآداب الظاهرة من دون معرفة لا قيمة لطاعتك هذه حتى لو كنت مطيعا لإمامك وإلى هذا أشار إمامنا الباقر في هندسة كلامه بهذه الطريقة الإمام أراد أن يلفت أنظارنا فعبر بهذه الطريقة ولم يقل المعرفة أولا والطاعة ثانيا لأن هذا قد يوحي بأن الطاعة تكون في المنزلة قريبة من المعرفة ولذا تأتي بحسب التسلسل في الدرجة الثانية الإمام يريد أن يقول من أن الطاعة لا قيمة لها أصلا إذا كانت بحسب العرف بحسب الآداب الظاهرة بحسب التعامل الشائع بين الناس يقال لهذا الرجل مطيع لكن طاعته من دون معرفة لا قيمة لها هذه طاعة على الحاشية ذروة الأمر ذروة الأمر أعلى كل شيء هذا هو المراد ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ولذا فإن أفضل الأعمال في ليلة القدر المعرفة وليست الطاعة المعرفة بعد المعرفة ستأتي الطاعة بشكل تلقائي لكن طاعة من دون معرفة لن تقود إلى المعرفة ولذا لا قيمة لها المعرفة المعرفة وهذه المعرفة لا بد أن تكون منحصرة بمصادر المعرفة التي بايعنا عليها في بيعة الغدير وهذا هو سر بيعة الغدير سرها الأعظم هو هذا أن بيعة الغدير حددت لنا مصادر المعرفة ولا يجوز لنا أن نتخطاها مصادر المعرفة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم ولا يوجد شيء آخر وهذا ما لا يوجد منه أي أثر في الدين الطوسي في الثقافة البترية اللعينة فابحثوا عن الثقافة الغديرية وتمسكوا بها ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته إذا أدركنا شيئا من هذا في يوم من أيام حياتنا فهذا هو اليوم الذي يتحدث عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حين يقول وكل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد هذا هو اليوم هذا هو اليوم الذي لا يُعصى الله فيه حينما ننال معرفة في أجواء إمام زماننا حينما ننال حكمة من فيض إمام زماننا فهذه المعرفة وهذه الحكمة تطهرنا من معاصينا تطهرنا من ذنوبنا أكنا ارتكبناها في الماضي أم أننا ارتكبناها في الحاضر يوم كهذا يقال له يوم لا توجد فيه معصية وينطبق عليه كلام أمير المؤمنين وكل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد بغض النظر عن هذه الحقيقة فإن أيامنا مليئة بالمعاصي صلواتنا معصية صلواتنا معصية لأننا نسيء الأدب فيها مع الله ومع محمد وآل محمد لأننا لا نأتي بها مثل ما يريد محمد وآل محمد صيامنا كذلك حجنا كذلك حينما نقرأ في القرآن في سورة الفتح الآية الآية لفظا تخاطب رسول الله إنها الآية الثانية بعد البسملة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه ذنوب أنا وذنوبكم أنتم نحن أصحاب الذنوب المتقدمة والمتأخرة واقعنا يلزمنا أن نستغفر هكذا أن نستغفر مما تقدم من ذنوبنا ومما تأخر منها ومما نحن فيه ومما نحن فيه هذا الخطاب لفظا لرسول الله معنا ومضمونا لي ولكم إنه للأمة فمتى كان لرسول الله من ذنوب متقدمة حتى يكون له من ذنوب متأخرة هذا محمد هذا هو الكمال وكمال الكمال وعين الكمال وحقيقة الكمال وحق حقيقة الكمال بحسب تفسيرهم لقرآنهم يا علي يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها نحن نتحدث عن الشيعة المخلصين الذين يزدادون معرفتان فيتطهرون من المعاصي وهذه التعابير تقريبية لتوضيح هذه الفكرة إن جعلناه قرآن عربيا إنه بلسان تقريبيا لعلكم تعقلون لعلكم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 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 تعقلون ماذا يقول إمام زماننا في رسالته التي بعثها إلينا إلى الشيعة في التوقيع المجتمل على زيارة آل ياسين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون وحق الحجة ابن الحسني هذا هو حالنا بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون هذا هو حالنا وإن لقلقنا بالألسنة وأظهرنا بالكلام ما أظهرنا لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم هذا أنا الذي يخاطبني القرآن الخطاب لفظا لرسول الله مثلما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما نزل القرآن بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة هذه الألفاظ تخاطب نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أما مضامينها فهي لي ولأمثالي لكم ولأمثالكم أنا الذي تمت النعمة عليه مثلما نقرأ في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أنا الذي تمت النعمة عليه وتمت النعمة عليه بولاية رسول الله فإن ولاية رسول الله هي ولاية علي وهي النعمة التامة والنعمة الأتم رسول الله هو مصدر النعم التامة لا تتم النعمة عليه في مثل هذا الخطاب رسول الله منذ أن وجد فقد تمت نعمة الله عليه وهو النعمة التامة والنعمة الأتم وهو النعمة السابغة التي أسبغت علينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا علي يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها إنما تغفر الذنوب بهذه المعرفة التي قرأت عليكم ما يخصها من كلمات إمامنا الباقر صلوات الله عليه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هل أدركنا هذا في شهر رمضان هل تلمسنا هذا في شهر رمضان شركات الإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني تتسابق طيلة السنة فيما بينها حتى تعرض مسابقتها في شهر رمضان عبر المسلسلات الخاصة بشهر رمضان وعبر البرامج والمنوعات المختلفة التي تعرض على شاشات التلفزيون ومن أول الشهر إلى آخره برامج المسابقات على اختلاف أنواعها الناس يتابعونها ويشتركون فيها لكن الجميع نسوا المسابقة الأكبر إنها مسابقة الشهر نفسه ماذا نقرأ في كتاب الفقيه إنه الجزء الأول مرت الإشارة إلى تفاصيل هذه النسخة الحديث السابع والعشرون صفحة 511 إمامنا المجتبة الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى أناس في يوم فطر في عيد الفطر نظر إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه هذه المسابقة الأكبر هل اشتركنا في هذه المسابقة هل نجحنا فيها نظر إمامنا المجتبة إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه المضمار هي المسافة التي تركض فيها خيول السباق هذا هو المضمار وينتهي المضمار عند غاية المضمار شهر رمضان مضمار إلهي هكذا يقول إمامنا المجتبة إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه هذه الطاعة لا بد أن تكون مسبوقة بالمعرفة مثل ما مر علينا في حديث إمامنا الباقر مع زرارة الطاعة للإمام بعد معرفته إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه بهذه المعرفة تكون المسابقة إلى هدف المضمار إلى الرضوان الرضوان في الكتاب الكريم جاء مذكوراً في عدد وفير من الآيات لكنه جاء مذكوراً بصيغة هي أعلى صيغ الرضوان في آية واحدة سأضرب لكم مثالاً من الآيات التي جاء فيها ذكر الرضوان إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الرضوان بهذا المعنى جاء مذكوراً في عدد وفير من الآيات ورضوان من الله لكن في سورة التوبة في الآية الثانية والسبعين جاء الحديث عن أعلى مراتب الرضوان وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم الرضوان الأكبر وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان كل ذلك في جهة وهذه جهة ثانية ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم في هذا الرضوان الأكبر هذا الرضوان الأكبر أين نتلمسه نتلمسه أولا في زيارة الصديقة الكبرى فاطمة التي يرضى الله لرضاها فأعلى درجات رضا الله تتحقق في أعلى درجات رضا فاطمة وهذا هو الرضوان الأكبر هذا هو الرضوان الأكبر فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هكذا نقرأ في زيارتها أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فإنا نسألك يا زهراء إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذا إذا ما رضيت فاطمة فإنا نسألك إن كنا صدقناك ورضيت عنا إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة بولايتها وليست بأعمالنا وهذا ما حددتكم عنه قبل قليل من أن المعاصي موجودة في حياتنا في كل يوم على اختلاف أنواعها المطهر الذي يطهرنا منها معرفتنا لمحمد وآل محمد بنحو عام ومعرفتنا لقيمة الدين وقائم الدين وقيمة ديننا فاطمة وقائم ديننا الحجة بن الحسن فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يهزار إشارات إشارات في الزيارة حينما نسلم عليها السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة الصديقة التي تصدق أمر ديننا السلام عليك الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية هذا العنوان يمكننا أن نخاطب به زينب العقيلة يمكننا أن نخاطب به والدة رسول الله آمن يمكننا أن نخاطب به والدة أمير المؤمنين وأمهات الأئمة ووالدة إمام زماننا ولكن الخطاب لكل هؤلاء الصديقات الطاهرات بحسب مقام كل واحدة منهن المقام على الإطلاق من دون قيود من دون حدود هو مقام فاطمة وهذا معنى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يرضى الله لرضاها إنه الرضوان الأكبر الرضوان الفاطمي السلام عليك أيتها الرضية المرضية إلى أن نقول في آخر الزيارة ما يتعلق بنا نحن إننا نريد لرضانا أن يتعلق برضاها أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض يا زهراء عن من رضيت عنه ساخط على من سخط علي متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن واليتي معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغط محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عن من رضيت عنه هذه هي المسابقة التي يحدثنا عنها إمامنا الحسن المجتبى إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمار لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه الكلام هو هو في حديث إمامنا الباقر صلوات الله عليه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته وماذا يقول إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمار لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه ليلة القدر هي ليلة القيمة وليلة القائم التوفيق لليلة القدر مقيد بمعرفة فاطمة تلاحظون أن المضامين صارت واضحة لديكم فهذا الدين قائم على قيمة وقائم القيمة فاطمة وذلك دين القيمة والقائم الحجة بن الحسان صلوات الله على فاطمة وآل فاطمة إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمار لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه إلى الرضوان الفاطمي فسبق فيه قوم ففازوا أني أهله فهل نحن من هؤلاء لقد كنا في مضمار إلهي لقد كنا في مضمار شهر رمضان فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لو اطلعتم على الحقائق لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته هذا الحديث وأمثاله هل يحتاج منا أن ندقق في مصدره أو في سنده هل يحتاج منا أن نحاول عرضه على القرآن كل حرف من حروفه يصدح بأنه كلامهم صلوات الله عليهم ويتعانق بكل حروفه مع كل حروف القرآن إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمار لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه إلى رضوان فاطمة فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته أقول لنفسي وللذين يتابعون هذا البرنامج لنعرض أنفسنا على هذا المضمار الإلهي هل نحن من الذين سبقوا وفازوا أم نحن من الذين تخلفوا فخابوا هل نحن من الفائزين أم نحن من الخائبين إذا كنا من الفائزين فعلينا أن نحافظ على فوزنا وإذا كنا من الخائبين فعلينا أن نعيد النظر في خيبتنا باب رحمتهم واسعة وساحة الأمل كبيرة ورأفة الإمام المعصوم لا حدود لها حتى إذا كنا من الخائبين في هذا المضمار علينا أن نعيد النظر في خيبتنا وأن نجدد عهدنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأن نتذكر دائما أن نتذكر دائما هذا الإكسير العجيب وهذا الترياق الغريب هذا هو إكسير الدين وهذا هو ترياق الإيمان ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هنيئا هنيئا للذين يستطعمون هذا الإكسير وهنيئا للذين يستطيبون هذا الترياق نذهب إلى فاصل كانت مقدمة موجزة تتناسب مع العيد أعود إلى تتمة حديثي الذي ما استطعت أن أتمه في الحلقة الماضية هذه حلقتنا السابعة والعشرون مرى الكلام منذ أن بدأت أحدثكم عن مرحلة الظهور مرى الكلام في مكة وأحداثها في المدينة وأحداثها أعني المدينة المنورة ووصل الكلام إلى العراق وأحداثه حيث حدثتكم عن الطريق من الحجاز إلى العراق حتى وصلنا إلى عاصمة البتريين النجف وكان الحديث عن الشيعة البتريين في العراق وعن المراجع البتريين الأنجاس في النجف وكربلاء كل هذا تقدم ذكره وحدثتكم أيضا عن هدم المساجد التي حرف بناؤها وعن هدم مؤسسات الضلال إنها مؤسسات البتريين اللعناء ستهدم مدارسهم وحوزاتهم ستهدم المساجد التي هي مساجد الضرار التي تشيد باسم المرجعيات اللعينة البترية وستهدم الحسينيات التي تشيد ليس لحسين وإنما للمرجع الفلاني الشيطاني وللقائد الإبليسي وللزعيم البتري إلى مختلف أنواع الحجوم حجوم كثيرة أكثر من حجوم الأحذية حدثتكم عن كل هذا سأنقل لكم لقطتين فقط الحديث حديث الإجمال سأنقل لكم لقطتين من الذين سيعارضون إمام زماننا أين في العراق في العراق لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا بعد أن يصل إلى العراق وبعد أن يستقر الحكم المهدوي في العراق لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا في أي مكان في الأرض إلا في هذا البلد البتري في بلد المرجعية التي هي صمام الأمان لعقائد الضلال وعقائد السفاهة والتفاهة إنه الدين الطوسي الخبيث والذي ستبقى آثار خبثه موجودة حتى بعد أن يستقر الحكم المهدوي العادل فإن المعارضة ستنشأ في هذا البلد الذي غطس في النجاسة البترية الطوسية النجفية الكربلائية المرجعية في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين حديث حديث يشتمل على جملة من المضامين أذهب إلى موطن الحاجة الحديث عن إمام الباقر صلوات الله عليه ثم لا يلبث إلا قليلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يستقر حكمه في العراق وفي الكوفة ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرة آلاف شعارهم يا عثمان يا عثمان إنه عثمان بن عنبسة إنه عثمان بن عنبسة هؤلاء يريدون إعادة مجده لأن عثمان بن عنبسة السفياني يكون قد قتل في هذه المرحلة ويكون الحكم السفياني في الشام قد تبدد وأصبحت الشام تحت سلطة إمام زماننا صلوات الله عليه ولكن المارقة هذه في العراق تريد أن ترفع شعارها هذا كي ترفع كي ترفع ذكر السفياني ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي الموالي ما هم من العرب الموالي قد يكونون من الفرس قد يكونون من الترك قد يكونون من الكرد الرواية تحدثت عن رميلة الدسكرة في الحقيقة لا توجد منطقة في العراق بهذا الاسم رميلة الدسكرة لا توجد منطقة في العراق بحدود علمي لا في الماضي ولا في الحاضر ما مر علي في كتب التعريخ أن منطقة في العراق بهذا الاسم برميلة الدسكرة لكن في شرق بغداد في محافظة الديالة هناك منطقة معروفة في التعريخ بالدسكرة تقع قريبا من منطقة المقدادية في زماننا وفي الحقيقة هذه مناطق الخوارج في زمان أمير المؤمنين هنا تجمع الخوارج في هذه المنطقة منطقة الدسكرة موجودة في هذه البقاع قد قد لا تسمى في زماننا بهذا الاسم لكنها في زمن الرواية كانت تسمى بهذا الاسم وهي معروفة منذ زمان الدولة الساسانية الدولة الفارسية هذه المناطق مناطق الدسكرة مناطق المقدادية محافظة ديالة فيها العرب وفيها غير العرب فيها الأكراد وكثيرون هم وفيها كذلك الترك الذين يعرفون بالتركمان في العراق وفيها كذلك أناس كثيرون أصولهم إيرانية هم من المناطق الحدودية الإيرانية العراقية يعيشون في هذه البقاء الموالي منها أولى من الأكراد من التركمان من الذين أصولهم إيرانية هؤلاء هم الذين يصطلح عليهم الموالي والدسكرة في هذه المناطق أيضا فإما قد وقع تصحيف في الرواية فجاءت هكذا برميلة الدسكرة وإما المراد من رميلة الدسكرة هي المنطقة المفتوحة لأن رميلة تصغير لرملة والرملة هي المساحة المفتوحة التي تكثر فيها الرمال فرميلة تصغير لرملة والرملة هي هذه فربما الإشارة إلى المساحة المحيطة بمنطقة الدسكرة ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرة آلاف هذا عددهم ليس بالضرورة أن تكون الأعداد رياضية هندسية نهائية إنما تشير إلى الكثرة شعارهم يا عثمان يا عثمان فيدعو رجلا من الموالي فيدعو رجلا من الموالي من غير العرب فالعرب قليلون جدا في جيش الإمام الروايات هكذا أخبرتنا أكثر جيش الإمام من غير العرب وأكثر الموالي في جيش الإمام هم الفرس الروايات تقول فإن دولتنا فيهم أحب العجم والمراد من العجم هنا الفرس من خلال الروايات الأخرى الشارحة لهذه المضامي أحب العجم فإن دولتنا فيهم فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه الإمام يقلد هذا الرجل سيفه إنه يذهب بسيف الإمام فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد إلى آخر ما جاء في الرواية هؤلاء مارقة المارقة هم الخوارج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاتل الناكثين في البصرة والقاسطين في صفين وقاتل المارقين في النهروان النهروان أين في محافظة ديالة قاتلهم هناك فلذا كل القرائن تشير إلى هذه المنطقة هؤلاء مارقة والخوارج مارقة والخوارج كانوا في هذه المنطقة التي أشرت إليها الدسكرة هنا أيضا وأكثر أهل هذه البقاء من الموالي من الأكراد والأتراك والإيرانيين الذين هم من قطان المناطق الحدودية القريبة من الحدود العراقية هذه خارجة تخرج على إمام زماننا في العراق إنها آثار الفكر البتري سيأتينا سيأتينا أن من الذين سيلتحقون بجيش الإمام حينما يذهب إلى سوريا لمقاتلة السفياني سيفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني وهؤلاء شيعة بتريون بتريون لعناء الحكاية هي الحكاية ما هذه المناطق مناطق ديالة من أكثر المناطق تعصبا للمرجعية البترية في النجف هذه المناطق مناطق ديالة من أكثر المناطق تعصبا للمرجعية في النجف أتحدث عن الشيعة في تلك المناطق وأقرأ عليكم أيضا من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة حديث طويل عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه قرأت عليكم بعضا منه في الحلقة الماضية ماذا يقول إمامنا أبو جعفر الجواد فبين فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين إنه سوق التمارين وهو قريب جدا من مسجد الكوفة قد تكون قد تكون بدايات سوق الكوفة من سوق التمارين وإليه ينسب ميثم التمار الذي كان تمارا يبيع التمر في دكان له في سوق التمارين والروايات تخبرنا من أن أمير المؤمنين في بعض الأعيان كان يجلس في دكان ميثم حينما يذهب ميثم التمار في بعض شؤونه يبيع له التمر فسوق التمارين هو أقرب جزء من سوق الكوفة إلى مسجد الكوفة فيلحقونهم في التمارين فيأتون بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه وآله في العراق وفي الكوفة أيضا كل هذا يمكن أن لا يكون إذا استطعنا أن ننظف الواقعة الشيعية العراقية من قذارات مراجع النجف وكربلاء من قذارات المذهب الطوسي من قذارات الثقافة البترية نذهب إلى فاصل الإرشاد للمفيد توفي المفيد سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها طبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 543 الحديث عن جابر الجعفي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط الفساطيط هي الخيام الكبيرة ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف قطعا الرواية لا تريد أن تعطي عذرا للناس أن لا يحفظ القرآن في هذا الزمان إنما تكشف لنا عن أمر سيتحقق ويقع في قادم الأيام نحن مأمورون من أئمتنا أن نحفظ القرآن بقدر ما نستطيع وأن نتلو القرآن بقدر ما نستطيع وأن نتعلم تفسير القرآن أتحدث عن تفسيرهم بقدر ما نستطيع وأن نعمل بالقرآن بقدر ما نستطيع إلى أقصى حد فالرواية لا تشجع الكسالة الذين لا يريدون أن يحفظ القرآن وأن يتلو القرآن وأن يتعلم القرآن الرواية لا تتحدث عن هذا إنما هي تتحدث عن واقع سيكون وعن حقيقة ستظهر على أرض الواقع إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف سيكون صعبا جدا على الذين يحفظون القرآن ويتعلمونه وفقا للمنهج البتري أما الذين يحفظون القرآن ويعرفون قراءة أهل البيت يحفظون القرآن وفقا لقراءة حفص وأمثاله من القراء الكذابين ويحفظونه وفقا لقراءة أهل البيت ويتعلمون تفسير أهل البيت فما هو بصعب عليهم لكنه سيكون في غاية الصعوبة على الذين تعلموا القرآن وفقا للمنهج البتري القذر حفظاً حفظاً تلاوةً قراءةً تفسيراً فهماً في جميع الاتجاهات التي ترتبط بالقرآن ومعارفه وثقافته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقف عند مسجد الكوفة أيام وجوده في الكوفة ويقول كأني كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم هنا عند مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل كأني بأبناء العجم وليس بأبناء العرب كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم عند مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل الروايات تخبرنا عن فساطيط ستنصب بجوار مسجد الكوفة وعن فساطيط ستضرب في داخل مسجد الكوفة هكذا حدثتنا الروايات أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الباب الحادي والعشرون الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال أخبرني من سمع أبا عبد الله إنه صادق العترة صلوات الله عليه يقول إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من هذا الأمر من دين علي وآل علي إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله هو يعتقد أنه من شيعة علي وآل علي ولكنه سيخرج لأنه سيكون مناصرا للمراجع البتريين حكاية بني إسرائيل دين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات الشيعة الآن يدينون بدين الأحبار والحاخامات إنهم أحبار النجف وحاخامات كربلاء همو همو يدينون بدينهم ويرفضون دين العترة الطاهرة لكن أحبار النجفي وحاخامات كربلاء ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم هذا هو دين العترة فالشيعة تحسب أنفسها من أنها على دين العترة ولكن حينما يظهر القائم ويرفع أحبار النجف وحاخامات كربلاء راياتهم لحرب الإمام يقفون مع الأحبار والحاخامات فيخرجون من دين العترة الذي ما كانوا عليه أساسا إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر دخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر من كل الملل الشعوب والأمم ستعتنق دين القائم القرآن هو الذي يصرح بهذا إذا جاء نصر الله والفتح وماذا بعد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج إنهم من كل الأمم باستثناء البتريين اللعناء باستثناء العدد الأكبر والأكثر من شيعة العراق الروايات هي التي تخبر بذلك بإمكانكم يا شيعة العراق أن تدرك أنفسكم أن تطهر عقولكم وقلوبكم من نجاسات مراجع النجف وكربلاء إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمار من كل الديانات المختلفة سيذعنون لنتائج المحاكمة المهدوية العالمية سيصدقون الحقائق لأنهم يمتلكون عقولا بخلاف الشيعة الذين طمرت عقولهم بأكوام الخراء المتكلس من خراء البتريين الطوسيين اللعناء إنه خراء متكلس على العقل الشيعي فلا يستطيع الديخيون أن يحرك عقولهم يحركون آذانهم يحركون ذيولهم يحركون حواثرهم إنهم ديخيون ديخيون لقد بسطوا ظهورهم لمراجعهم العظام أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إيش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبر خمس سنة قل يلا تستعجب مش دارها قولها تركب يعني خلاها أغميشيني كما تكون خلاها أغميشيني جيمي كتبه لأفكار حرة تستطيع فقوش ديخ تعرف ديخ وش ونص عباردة كنا على وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ وش أشيء لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا أن لهؤلاء أن يستعمل عقوله إنهم سيستعملون هذانه سيستعملون ذيوله حوافره سيرفعون نهيقه إنهم حميره المرجعية الشعية المباركة هؤلاء هم بقية الشعوب لم تبتلي بهذه البلية الخرائية بلية الشيعة عظيمة عظيمة جدا هئمتنا يقولون بليتنا مع الناس عظيمة إنهم يتحدثون عن شيعتهم بليتنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبوا لم يستجيبوا لنا إن دعوناهم إلى دين الحقيقة مثل ما فعلت الواقفة وغيرها إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع هذه آخر لقطة أنقلها لكم من أحداث العراق إنها في الكوفة وفي مسجد الكوفة بالتحديد أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة 470 إنه الحديث الخامس والعشرون عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة في مسجد الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية أصحاب الألوية يعني أنهم القادة وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه هذا اجتماع خاص بالقادة حتى يستخرج من قبائه من قبائه من ثيابه القباء هذا الذي يلبس فوق القميص أو فوق الثوب الداخلي الذي يعرف في التعابير الشعبية في العراق بالصاية القباء هو الصاية حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ الإمام الكتاب عليهم فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم أمر عجيب أمر عجيب فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا مر هذا علينا حينما يبدأ الإمام بنبشي القبرين في المدينة يفرون منه لا يبقى معه إلا الوزير وأحد عشر من النقباء الوزير هو أحد النقباء هو أكبره فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران تلاحظون هذا التطابق والتوافق ما بين بني إسرائيل والشيعة وهذه الأمة كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا مذهبا طريقا فيرجعون إليه الإمام الصادق يقول والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به وقت الحلقة انتهى بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أعيد قراءة الرواية عليكم إنها رواية عجيبة الإمام الصادق يقول كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله فيجفلون عن إجفال الغنم البكم فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن أتحدث عن مراجع النجف وعن شعتهم في العراق وغير العراق بتريون هم همو همو بتريون همو همو والهوى والهوى بتري نجس لعين قذر وهذا هو الفارق فيما بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية النجسة اللعين سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر